يقول الآخر كلمة التصوف أو مفردة أو مصطلح التصوف في حد ذاته لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هناك أهل الصفة لكنه لم يكن على عهد النبي هذه المفردة أو هذا المصطلح وبالتالي توجدون لنفسكم أو لأنفسكم عالما جديدا تضعون له اسما ويدخل من خلاله الشبهات فما حاجتكم إلى وصف أي تجربة روحانية بأنها تصوف هي تجربة روحانية وهي ما يخص الإنسان وربه سبحانه وتعالى والدين علوم وفقه موجود ولا حاجة لأن يسمى التصوف أو يسمى أهل الصوفية أو غير ذلك من أمور دعيني أقول بأن هذا الكلام يحتاج بالنسبة لقائله أو لمثيره أن يعيد النظر فيه مرات ومرات ذلك ربما يكون معه الحق في القول بأن مصطلح أو لفظة التصوف لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن سطى لنداء الحق لوجد أن أفضل مصطلح في عهد النبي كمصطلح الصحابة ولهذا كان الجميع يبحث عن أن يتشرف بإطلاق لفظ الصحابة عليه فما كنا في حاجة إلى أن يقال بأن هذا محدس أو هذا مفسر أو هذا فقيه أو هذا صوفي لكن لما طال الأمد وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى وكثرت الفتحات الإسلامية ودخل كثير من الناس في دين الله أفواجا وأقبلت الدنيا على المسلمين هنا بحث جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على ضربهم عن علامة تميزهم عن غيرهم فاختاروا هذا المصطلح الصوفية أو التصوف نسبة إلى هذا العلم أما مسألة أن هذا الكلام لم يكن معروفا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة فهذا يكذبه الواقع وتؤيده الأدلة المتعددة التي تشهد بزيف هذا الإدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أرقى الناس بحثا عن الكمال الروحي ليكون قدوة لأمته من بعده عملا بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ضد على ذلك هذا التنافس في فعل الخيرات الذي أقدم عليه الصديق وتنافس فيه معه الفاروق ردوان الله تعالى عليهما ثم هذا الإنفاق للمال بلا حد من قبل سيدنا عثمان ثم هذا الرجل علي رضي الله تعالى عنه الذي كان حريصا على تزكية نفسه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو كان ينام في المسجد وأراد أحد أصحاب النبي أن يوقظه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن جسده على الأرض وإن قلبه معلق بالسماء كل هذه الدلالات وغيرها نجدها تؤكد على أن التصوف كاتجاه وكوجهة وكمنحة وكسلوك هو الإسلام ربما الإسم وأنا أشرت إلى أن الإسم لم يكن مقصودا في حد ذاته لأن إطلاق لفظ الصحابة أو الصحبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شرف لا يضغيه شرف ثم إننا عندما نتناول قضايا التصوف وليكن مثلا أشهر القضايا ما يتعلق بالأحوال والمقامات نجد أن هذه الأحوال وتلك المقامات تدور حول المراقبة والصبر والتقوى والخوف من الله إلى غير ذلك ما من مقام من هذه المقامات إلا ونجد لها أصلا منصوصا عليه في القرآن والسنة وهذا ما ينبئ عن أن التصوف كوجهة واتجاه وطريق إلى الله تبارك وتعالى إنما عمدته الأصيلة ومصادره الأصيلة القرآن والسنة وبالتالي من يطالع ما كتب عن التصوف وعن مصادره يجد أن العلماء وهم يتحدثون عن مصادره يبتدئون بالمصدر الإسلامي الذي قوامه القرآن والسنة ثم فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكرون أن بعض الروافد أو بعض الأمور التي وفدت إلى البيئة الإسلامية قد أوجدت نوعا من الاحتكاك والتأثر الفكري والثقافي بينه وبين الثقافات الوافدة وهنا نجدهم يفرقون بين ما يسمى بالتصوف السني والتصوف الفلسفي